شركة أمريكية عملاقة تنظم لمشروع الكابل البحري بين المغرب وإنجلاتيرا أعلنت شركة أمريكية عملاقة مساهمتها بمبلغ 10 ملايين دولار في مشروع الكابل البحري الذي يسعى لتزويد إنجلاتيرا بالكهرباء من المملكة المغربية في هذا الإطار قال جيمس هامفري الرئيس التنفيذي لهذه الشركة إحدى رعاة المشروع إن دخول مستثمر مثل هذه الشركة العملاقة يمثل خطوة استراتيجية جديدة في تطوير مشروع الرابط الكهربائي بين المغرب والمملكة المتحدة حيث سيسهم في إحراز تقدم على عدة واجهات من جهة أخرى قال نومي أحمد الرئيس التنفيذي لأعمال الخدمات المالية في مؤتمر صحفي إنه سعيد بكونه جزء من هذا المشروع بأن يرى التعاون في قطاع الطاقة لأن التعاون في قطاع الطاقة أصبح ضروريا لضمان توفير الطاقة المتجددة بشكل أكثر بأسعار معقولة تلبية لمتطلبات المملكة المتحدة من الكهرباء مساعدة البلاد على تحقيق أهدافها المتمثلة في تحقيق صاف الإنبعاثات سفرية